في عدن نقش وكيل المحافظة لقطاع المشاريع الهندسية المهندس غسان الزامكي مع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بعدن غازي أحمد علي المشاريع التي ينفذها الصندوق للعام الحالي 2020 في مختلف القطاعات بقيمة 5 ملايين و 600 دولار وطلع الزامكي في الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات في الصندوق على أهم المشاريع الطارئة التي نفذها الصندوق خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه ضمن مشاريع 2020 في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والنقد مقابل العمل بتمويل من البنك الدولي والمنظمات الدولية المانحة وأكد الزامكي حرص السلطة المحلية بعدن على تقديم تسهيلات لازمة لتنفيذ كافة المشاريع التي ينفذها الصندوق لخدمة المواطن مثمنا جهود الصندوق في مواجهة السيول والأمطار التي اجتاحت عدن خلال الفترات الماضية